موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام من قناة الرافدين نرصد فيها أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية ولكن بعد الفاصل البداية مع تقرير نشر في صحيفة المدى يستعرض التحديات الكبيرة التي تواجه المباني الترافية في بغداد حيث تعاني هذه المباني من عمليات هدم مستمرة وإعادة تأهيل غير مناسبة تهدد تراث المدينة العريق المعماريون والخبراء ينتقدون الإجراءات التي تتخذها الإدارات المحلية ويحذرون من تحول بغداد إلى مدينة إسمنتية تفتقد إلى روحها التاريخية إحسان فتحي متخصص في الحفاظ على التراث يناقش كيف أن عمليات التطوير والتحديث قد دمرت جزءا كبيرا من النسيج التاريخي للمدينة ويوضح أنه لم يتبقى سوى 15% من المساحة التاريخية الأصلية لبغداد أن الإهمال وانعدام الصيانة يهددان هذه البقايا ويؤكد أستاذ الهندسة نحتاج إلى وقفة متأنية ونظرة عميقة وشاملة لفهم مقاصد التخطيط الحضري مثل ما نحتاج إلى احترام الضوابط والقوانين التي تراعي حرمة تلك المآثر وقيمتها في ذلك المخطط وبغير ذلك فإننا مقبلون على حال لن نستطيع معها الحفاظ على تلك المآثر كما لا يمكن لوجودها أن يضيف شيئا إيجابيا إلى مخطط مدننا العريقة إحسان فتحي وهو معماري ومخطط ومتخصص في الحفاظ على التراث يرى أن المناطق التاريخية في بغداد وهي الرصافة والكرخ والكاظمية والأعظمية كانت بنسيجها العمراني المتراصي والكثيف حتى العشرينيات من القرن الماضي تشكل مساحة إجمالية قدرها نحو سبعة كيلومترات مربعة وتتكون من آلاف البيوت التقليدية ذات الأفنية الداخلية المفتوحة والبيوت المميزة المطلة مباشرة على نهر دجلة ومئات من المساجد والأضرحة والأسواق والخانات والحمامات التاريخية المميزة بطرازها المعماري البغدادي هوية المدينة التاريخية العظيمة التي كانت مركز العالم الإسلامي لنحو خمسمائة عام بدأت تتعرض للتغيير والتدمير من خلال عمليات التطوير والتحديث العمراني التي تسارعت في المناطق التاريخية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وإلى صحيفة طريق الشعب ونقرأ منها تستمر الاحتجاجات الشعبية في العراق التي تركز على مطالب متعلقة بتوفير الخدمات الأساسية المتظاهرون ينتقدون الحكومة لعدم تحقيق وعدها بتحسين الخدمات ويطالبون بإيجاد حلول قبل إزالة المنازل المتجاوزة وبتوفير سندات الملكية للأراضي الموزعة وفي البصرة يطالب موظف وزارة العدل بحل قانوني لإصدار سندات الملكية للأراضي المخصصة لهم منذ عام 2016 تزامنا تواجه بعض المحافظات أزمة في توفير البنزين بسبب إضراب أمال نقل المشتقات النفطية وأعمال الصيانة في مصفى كربلاء مما تسبب في تشكل طوابير طويلة للحصول على الوقود تواصلت الاحتجاجات المطلبية في مناطق متفرقة من البلاد فيما تركزت مطالبها خلال الأيام الثلاثة الماضية حول توفير الخدمات والبدائل قبل إزالة المنازل المتجاوزة وإصدار سندات الطابو للقطع الموزعة على الموظفين وكف أيدي الجماعات المسلحة عن أراضي المواطنين وحمل المتظاهرون لافتات تذكر حكومة السودان بالشعار الذي ألزمت به نفسها والمتمثل بحكومة الخدمات حيث قالوا إنهم لم يروا الخدمات منذ خمسة وعشرين عاما وبعد مرور عامين على حكومة الخدمات لم يحصلوا سوى على الوعود من أمانة بغداد بالرغم من اكتمال مخططات وتصاميم الأراضي ونظم موظف وزارة العدل الدوائر العدلية في البصرة وقفة احتجاجية أمام الكباسي الصغير في قضاء شط العرب مطالبين الجهات المختصة بإيجاد حل لمشكلتهم المتمثلة بإصدار سندات الطابو لقطع الأراضي المخصصة لهم منذ عام 2016 وبشكل رسمي وقانوني وبموافقة بلدية شط العرب ومنذ يومين فقط تشهد بعض المحافظات أزمة بنزين خانقة حيث تمتد طوابير السيارات لمسافات طويلة أملا في الحصول على الوقود بسبب إضراب العاملين في شركات نقل المشتقات النفطية من البصرة وحتى محافظات الوسط احتجاجا على الروتين الذي يعانونه في نقل الوقود وسوء تعامل السيطرات معهم بالإضافة إلى أعمال الصيانة الجارية في مصفى كربلاء وإلى موقع شفاق النيوز حيث نقرأ منه مقالا حول فضيحة شبكة دعارة ضمن النظام التعليمي في محافظة الوسط حيث تورط فيها موظفون رفيع المستوى في وزارة التربية أقد أدت هذه الفضيحة إلى سحب وزير التربية إبراهيم النامس لجبوري اليد من المتهمين الذين يعملون في ملاك الوزارة وشمل ذلك عدة مسؤولين من مستويات مختلفة في المنظومة التعليمية بما في ذلك المشرفة التربوية ومديرتا مدرستين تم إحالتهم إلى التحقيق نتيجة لهذه الفضيحة التي أحدثت هزة قوية في المجتمع المحلي هذه الحادثة تذكر بما حدث سابقا في جامعة البصرة حيث عقب عميد كلية الحاسوب بالسجن لمدة خمسة عشر عاما بسبب ممارسات مشابهة يبرز هذا تكرار للسلوكيات المشينة مشكلات عميقة داخل النظام التعليمي تشمل الافتقار إلى الرقابة الفعالة والاختيار غير الملائم للقيادات التعليمية والتأثير السلبية للولاءات الحزبية والفرعية تذكرنا فضيحة شبكة الدعارة في تربية محافظة واسط بما حدث في جامعة البصرة من رذيلة وتذني الأخلاق من عميد كلية الحاسوب الذي نال جزاءه بالسجن خمس عشرة سنة وهذا ما طفى على السطح مما يجري من انتهاكات واعتداءات على الطالبات في الحرم الدراسي المقدس والتي تتنافى مع الأخلاق والتقاليد والأعراف المجتمعية والقانونية في استغلال بشع للمناصب نتيجة عدم العناية بالاختيارات التربوية والكفاءة والتمسك بإسنادها على أساس الولاءات الفرعية والحزبية والقرامة مما أفرز متفرعنين في مواقع المسؤولية وغياب الرخابة وتعطلها أمامها كذا خيارات غير مناسبة هذا التكرار للأفعال الشائنة يشكل خطورة بالغة على استمرار الطالبات في إكمال تعليمهم ويولد العزوف عن التعلم وردود أفعال قاسية من الأهل على المتعلمات وفي المجتمع إن هذه الحادثة وغيرها تشكل ضربة قوية للتربية في البلاد بكل مفاصلها لا سيما أن مرتكبيها هم من أسددت لهم المسؤولية وفي أعلى درجات السلم الوظيفي لا يكفي سحب اليد والإشارة إلى الأسماء بالأحرف الأولى ينبغي تعميم الفعلة ونشرها في الإعلام وفتح من مارس الرغيلة ليكون عبرة ودرسا قاسيا لمن يعتبر وعدم التحجج بحقوق الإنسان للمتهمين وأغفالها للضحايا وفي مقالة نشرت في الجزيرة نت بقلم محمود علوش يتم تحليل الوضع في إيران عقب وفاة رئيس إبراهيم رئيسي وتأثيرها على استقرار النظام النظام الإيراني الذي يواجه تحديات كبرى على مدار أربعة عقود ونصف أظهر قوة كافية لضمان استقراره حتى بعد هذه الصدمة ويطرح تساؤل حول ظروف الحادث والانطباعات التي قد تثار حول النظام الرواية الحكومية التي تعز الحادثة إلى سوء الأحوال الجوية قد لا تكون مقنعة للجميع إما يثير نظريات المؤامرة حول وجود صراع داخل النظام أو تورط خارجي محتمل من قبل إسرائيل مع أن رئيسي لم يكن يحضى بكارزمة كبيرة على غرار أسلافه السابقين إلا أن رئاسته صممت لتحقيق هدفين رئيسين في السياسة الداخلية أولهما استعادة قوات المحافظين وتحجيم التيار الإصلاحي وثانيهما تهيئته لاحتمال خلافة المرشد في المستقبل من غير المرجح أن يؤدي رحيل رئيسي إلى آثار على السياسة الداخلية في المستقبل المنظور أو إلى تحولات حتى في السياسة الخارجية لكنه قد يربك خطط النظام للمستقبل حقيقة أن رئيسي كان من المرشحين البارزين المحتملين لتولي منصب المرشد إلى جانب منافس محتمل آخر هو مجتبأ خامنائي نجل المرشد تشير إلى أن رحيل رئيسي سيغير من ديناميكيات المنافسة على مستقبل النظام بعد المرشد الحالي قد يبدو من المبكر الحديث عن مستقبل النظام لكن وفاة رئيسي أظهرت أن هذا الحديث لم يعد سابقا لأوانه لأن رحيله جلب بالفعل بعض المعضلات الكبيرة له إن على مستوى إجراء انتخابات رئاسية لا تكون مصممة مسبقا لانتخاب مرشح بعينه وتقنع الإيرانيين بالتصويت فيها لتعزيز شرعية النظام أو على مستوى عملية تهيئة البلاد لما بعد المرشد الحالي في نهاية المطاف فإن الهدف الرئيس للنظام في السياسة الداخلية أو الخارجية يتلخص في ضمان بقائه والحفاظ على قوة المحافظين وإرث خامناه وإلى مقال لأحمد موفق زيدان بعنوان إدلب كيسو ملاكمة يتحدث عن الأوضاع في إدلب للأسبوع الثاني على التوالي مشيرا إلى أهمية الشمال السوري المحرر بعد انشقاقه عن النظام السوري يعرض المقال كيفية استقلالية المنطقة وقدرتها على الاعتماد على نفسها وعرض نفسها كأنموذج حكم مختلف ومتميز مقارنة بالكيانات الأخرى في سوريا يناقش الكاتب أيضا التحديات التي تواجه هيئة تحرير الشام في الحكم وكيف أنها تبقى الأبرزة رغم المؤاخبات والملاحظات ويسلط الكاتب الضوء على تفكك الحراك الشعبي وغياب المشروع الموحد مما يجعل الوضع في إدلب معقدا ويتحول المجتمع هناك إلى كيس ملاكمة للقوى المتناحرة ينتهي المقال بدعوة النخب والعلماء للتدخل وتقديم رؤية مستقبلية واضحة لمنطقة إدلب على الرغم من كل الملاحظات والمؤاخذات على حوكمة هيئة تحرير الشام إلى أنها تبقى الأبرزة مقارنة بالنماذج الثلاثة الأخرى وبالإمكان البناء عليها مع تفهم جوهر الحراك الشعبي في الشمال السوري المحرر بعد خلية العملاء وتكشف مدى التعذيب الذي كانت تقيمه دائرة من دوائر جهاز الأمن العام التابع للهيئة بحق المعتقلين ولكن الخطوات الإصلاحية التي اعتمدتها الهيئة وعلى رأسها ضم جهاز الأمن العام إلى وزارة الداخلية وسحب خمسة ملفات منه لصالح الوزارة لا رابط بين هذه القوى المحركة للحراك سوى الاتفاق على ما لا يريدونه وهو الجولاني أما عن المشروع المقبل فهذا غير موجود في حسابها افتقار الحراك إلى الشخصيات الرمزية المعروفة المتناغمة بالإضافة إلى غياب المشروع الموحد له وغياب التحضير لليوم التالي بعد سقوط الهيئة كل هذا من المخاوف المرعبة التي يخشاها سكان الشمال السوري المحرر فالحراك لم يعد أحد يعرف هويتها فضلا عن فصائل لديها ثارات مع جبهة النصرة قبل أن تتحول إلى هيئة تحرير الشام فوجدت الفرصة سانحة لها اليوم من أجل تصفية حساباتها على مذبح خمسة ملايين سوري يعيشون في إدل والآن مشاهدين إلى الرسوم الكركاتيرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة غير المبسر أحدث صرعا ويشعر الخبراء بالقلق من أنه قد يؤدي إلى انتشار إنفلونزا الطيور تحظى مقاطع الفيديو التي تروج للحليب غير المبسر بملايين المشاهدات وقد حذر مسؤول الصحة العامة منذ فترة طويلة من مخاطر شربه وهذا وفقا لتقرير في واشنطن بوست في مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الأشخاص أنفسهم وهم يشربون الحليب الخام مدعين أنه يقدم الفوائد الصحية التي يتم فقدانها في الحليب المبسر الذي يتم تسخينه لقتل الميكروبات المسببة للأمراض يقول مزارع الألبان الذين يبيعون الحليب الخام إن الطلب آخذ في الارتفاع لكن مسؤولي الصحة العامة في الولايات المتحدة حذروا منذ فترة طويلة من مخاطر شرب الحليب الخام خاصة الآن حيث تصيب إنفلونزا الطيور شديدة العدوى أبقار الألبان في جميع أنحاء البلاد قال ريتشارد ويبي عالم الفيروسات في مستشفى سانغولد أو ساند جود لبحاث الأطفال ولم يكن من بين الباحثين في الدراسة إن العلماء لا يستطيعون القول بأي ثقة حقيقية أن شرب الحليب الخام الملوث بالإنفلونزا سيصيب الناس أقل ويبي إن الأبقار المصابة بشدة إنفلونزا الطيور تحتوي على كميات عالية من الفيروس في حليبها والآن مشاهدين نتابع معكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر